إذا كان مفهوم القوة العظمى هو العسكر وعداد العسكر فهذا مش صحيح القوة العظمى هي قبل كل شيء قبل كل شيء هو قوة المجتمع وقوة الاقتصاد هو قوة العلم ترتيب الجامعات مستوى العلم في الابتدائيات والثانويات القوة قبل كل شيء أن تصنع غذائك تصنع دوائك اليوم تكلمين على شراء أكثر من 800 ألف 800 ألف طن من القمح طبعاً الأغلبية القمح الآن من فرنسا وسلملي على فرنسا التي ستتسخن بالحطب 800 ألف طن بيكمل للطن الوحد 364 دولار 364 دولار بسعر السوق اليوم هو أكثر من 7 ملايين دولار اليوم يعني دولار واحد يسوي 200 دينار 350 دولار تسوي 7 ملايين زيد لها 24 أخرى تولي 7 ملايين ونص تقريباً يعني الطن الوحد 7 ملايين ونص بمعنى القنطار الوحد 750 ألف شكون هذه البلاد اللي راح يشاري هذا هذه عاشر مساحة في العالم ومنين تشري مرات خلينا قال فرنسا الجزائر كبر منها 4 مرات فقط في المساح مرات تشري من لاتفيا ومن الليتوانيا مساحتهم عشر 30.000 كم مربعة 35.000 كم مربعة قد أصغر ولاية في البلاد على أهلين ما عندناش إمكانية صناعة القمح لا عندنا إمكانية وقمح ممتاز لكن خلينا نوري لكم قبل أن نختم معاكم خلينا نوري لكم صورة منتاع الاحتجاجات منتاع الناس من قضية القمح منتاع اللي يوردونهم القمح شوف اسمع حالي من عندهم شوف لدينا مشكل حنا ترانسفيرهم يجوا يبلوكونا ترانسفيرهم يجوا يبلوكونا نرمان مديروا للافيس مننا وحنا نفرقون ملي وهذا المشكلة ها عندك للافيس عادة قدرنا عليها للافيس للافيس هذي وين جيبوها هذي وين راهم جيبوها منزل من بلاساوها يجي كامي وفيرا بعين القنطار يقول هذي الزيام موليها بلعطش بلاسالات بلاعيق مدير تعاونية الحبوب والبقول الجفة اعتبرت شحة الفلاحين ابدعاءات مغلوطة وأكد أن هذا مقطع صغير جدا من الشكاوية على الفلاحين يمروا لهم حياتهم باش يشدوا عليهم الشوفان ولا الشعير ولا القمح يمروا لهم حياتهم علاه لأن الجماعة اللي مسيطرة على الديوان هذا واللي أربابهم لي الفوق سواء وزراء أو الجنيرالات أو يريدون الاستيراد 800 ألف طن هذي بالمناسبة هذا العام ربما سيستود أكثر من خمسة مليون طن بالرغم أنه كذب الكذوب تبون وقال باللي القمح وهذا العام إلى آخره هذا العام رح نشروا أكثر حتى من العام اللي فات الجماعة اللي بسيطرة على هذا الأشياء تريد الاستيراد الفلاح الجزائري ما عندهم ما يدعوا ليه ممكن يدعوا ليه رشوة باش يفوتونه الكاميو تا هو الأول قبل خمسين أو ستين كاميو يستنى يدي هذه الرشوة تا خمس ملايين ولا سبع ملايين مش حاجة بينما ثمنمائة ألف طن بثلثمائة وسبعة مليون دولار لو يدي غير السبعة اللي بعد الثلثمائة أي غير ثنين في المياه من الصفقة فنحن نتكلم على ستة مليون أو سبعة مليون دولار ثنين في المياه فقط في الغالب يدعوا ما بين خمسة إلى عشرة في المياه ومرات أكثر من ذلك ولذلك لا يريدون لهذا الإيلاد أن تنتج أكلها ودواءها وقمحها وحليبها لأن الاستيراد بالنسبة إليهم هو طريق إلى الثروة طريق سريع وسريع جدا إلى الثروة